أعلن حزب مستقبل وطن تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وذكر بيان للحزب أن قراره جاء انتلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار عشر سنوات في جميع قطاعات الدولة التي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة في تاريخها المعصر وأن الدولة نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة وأضاف بيان الحزب أن قراره جاء استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمان المصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وأحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومية ودعما من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وإذ تمضي الدولة المصرية بخطا ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة لذا وانتلاقا من مسؤولية الحزب السياسية فإنه يؤيد ويدعم ترشح الرئيس لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء